رجع تاني اللي كنا بتتكلم قبل ما حمزة يخش معنا على قائمة المنتقب على كوكا على كوكا ونكلمنا نكمل فيه ونخش كمان على بعض المستبعدين وانت شايف رأيك ايه في المستبعدين من المحترفين هو كوكا مع أولمبياكوس يمكننا قلتها له أول مراحل يونان أول مرة والتولى أنت ممكن تبقى هدف الدوري اليوناني بسهولة كرة في اليونان سهلة وأسهل من البرتغال وطريقة اللعب هناك هتناسبك وقال أولمبياكوس نادي كبير زي يعني هو الأهلي بتاع اليونان فبياخد بطولة بيلعب تشامبينز ليج زي ما شايفين دلوقتي قاعدة شعبية وجمالية جبيرة جدا بخلاف كده احنا شفنا أول مباراة قدام مارسيليا كوكا ننزل ست دقايق جاب هدف سجل اسمه بقى لعيب رقم 11 في تاريخ مصر اللي يلعب في تشامبينز ليج وبقى أول لعيب مصر يسجل في الظهور الأول مع محمد صلاح هم الاثنين في أول ظهور في البريمير ليج في دول المجموعات يسجل هدف فالحقيقة أعتقد أنه فرصة مش هتتعوض لكوكا أتمنى لما ييجي أنه طريقة لعب المنتخب هنا تخدم كوكا أنه يقدم الأداء اللي بيقدمه هناك علشان هو بيتظلم هنا زي وزي ماروان محسن يا جماعة ماروان محسن مهاجم كويس جدا ومش معقول اللعيب كل المدربين أجمعوا عليه وإحنا هنا حتى المدربين للأجانب حتى الأجانب والمحليين كمان يعني ما أعتقدش أنه هيبقى وحش يعني